بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله هنكمل مشروعنا في الانجينيج ايكاني مي كورس في موضوع هام جدا هو ما يسمى بي الديبريشياشن او بمعنى الاهلاك اي معدة بتستهلك او بتهلك عاوزيني شوف كيفية حساب الاهلاك بتاع هذه المعدة فخلال هذه المحاضرة هنكلم ديبريشياشن اناليسيز النيتر اف ديبريشياشن ديبريشياشن ميسود سواء كان كونفينشنال ميسود او ميسود بايزد اون اسيت يوسيج وبعضين هنكلم عن فكرة السويتشن بتوين ديبريشياشن موديلز او ميسود وديبريشياشن عن پروباريتي ديسبوزل لان تقييم الديبريشياشن بيعمل مشاكل في كثير من الشركات ايه المقصود ايه المقصود بالديبريشياشن الديبريشياشن بالول العربية كده هو نقص بيطرق على قيمة الاصل نتيجة انه بيشتغل او نتيجة old fashion يبقى الديبريشياشن عبارة عن مقصود بالديبريشياشن بيشياشن الديبريشياشن بيشياشن بيشياشن قد انتظر في نظام الأفعاد من نظام المستكدف قد نظام الأفعادة بسطة حيات المستجدية على زينات تبريشة المستجد والطفل والعاملات والعادة سوف تبريش في مرحلة مختلفة يأما normal wear and tear due to use أنا بستخدم ففي حاجات بتتآكل وحاجات بتقدم مدبوز أو عامل مهم جدا وخاصة بالنسبة للأجهزة الحديثة زي الموبايلات وكلام ده ما يسمى بال obsolescence اللي هو باللغة العربية نسميه التقادم يعني ظهور fashion جديدة بتخلي الفashion القديمة تبقى سعرها ينخفض نتيجة ظهور fashion جديدة no longer needs or replace by or efficient options ال-depreciation هو عبرة عن loose in value نقص بيطرة على القيمة يأما physical deterioration أو function obsolescence أو external obsolescence ال-components all depreciations has an economic component may be corrupt or incorrupt إزاي هنعرف يبقى ال-assets depreciation يأما economic depreciation يأما account خاص بالمحاسبين depreciation ال-economic that gradual decrease in utility in an assets with use and time كفاءة بتات المعدة بتقيل وبالتالي قيمة بتقيل accounting depreciation the systematic allocation of an assets value in portion over its depreciable life often used in engineering economy analysis ال-physical depreciation physical أو function ال-account فيه بكلم عن البوك depreciate اللي هو قصة الاهلاك أو القيمة المحاسبية للمعدة في الضفتر وال-tax depreciation اللي خاصة بال-derive الفنكتور فنكتور عشان تحسب depreciation لازم تخب بالك من مجموعة من الأشياء depreciable life أو العمر اللي افتراد how long ال-salvage value وقيمة disposal أو scrubbing value بتاعت المعدة في نهاية العمر والcost basis اللي هي depreciation basis المثل of depreciation طريقة تقدير ال-depreciation اللي نحن هناخد مجموعة من الطرق ونشوف أشهرها إيه يبقى المشنري and equipment لازم نخب بالنا من sales taxes insurance while in transit assembly modified for use freight installation repair purchase of use equipment reconditions recordation purchase of use equipment modified for use testing for use permits from government agencies جدي دي حاجات ممكن تتخذ فيه الاعتبار يبقى ال-basic عندي فيه مجموعة من الأشياء ناخد بنا البوك value اللي يسموها القيمة الدفترية للمعدة في نهاية كل سنة represent the remaining under undepreciated اللي هو الجزء الذي لم يستهلك investment on the box after the amount of depreciation charges to date have been subtracted from the bank يعني معدة بمئة الف استهلكت بمقدار عشرة يبقى تكتب في الدفاتر مئة الف ناقص عشرة يطلع تسعين الف ثم يخصم القصة الثانية والثالث وهكذا recovery period is the depreciation life in of the asset in years from depreciation and income tax purposes المarked value is the estimated amount if an assets were sold أنا النهار ده عاوز أجيب القيمة السوقية للمعدة حتتبع تجيب كام depreciation rate or recovery rate is the fraction of the first cost removed by depreciation each year كل ما بتشيل جزء يتبقى جزء بتشيل الإهلاك يتبقى القيمة الدفترية للمعدة اللي عندك salvage value اللي يزيد والvalue والscrabbing is the estimated trade in or market value at the end of assets useful life يبقى الاسد اللي هو الاسد cost والservice life والresidual value والmethod of cost allocations دي القضايا المهمة في عملية حساب الإهلاك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة